صرح أن النقص الأدوية اللازمة وعدم توفر الخدمات الطبية والأساسية للمرضى في مستشفى تعديقرات العام أدى إلى حالات متعددة وأن الكثيرين أصبحوا على حافة الموت نتيجة ذلك وصرح المدير العام للمستشفى الطبيب أتاخل تيسيوم أنهم كانوا يعالجون ليس فقط أبناء تيقراي بل وأيضا كانوا يعالجون أشخاص من مناطق أخرى كإقليم عفار ودولة إرترا أيضا ولكن الآن تم إيقاف الخدمات الطبية وأيضا إعطاء الأدوية اللازمة بسبب الحصار المفروض على شعب تيقراي كما يعرف أن هذا الحصار المفروض على تيقراي تخطى العام وأن الأوضاع تزداد سوءا يوما بعد يوم ووصلنا إلى مرحلة لا نستطيع فيها حتى أن نوفر الخدمة اللازمة لأننا لا نملك أي دواء قالوا مرضى الأمراض المزمنة في مستشفى الديقرات العام أنهم يعانون جدا بسبب نقص في الأدوية وأنهم أيضا يواجهون خطر الموت أنا كنت من مستخدمي الحقن للأمراض المزمنة لكن الآن لم أستطيع إيجاد الحقن الذي كنت أستخدمها وأصبحت أفضل الموت على العيش بهذه الطريقة لم تتمكن أي من المساعدات الإنسانية مثل الأدوية والموازل القذائية من الدخول إلى هنا بسبب الحصار المفروض علينا ولا يوجد أي شيء الآن هل يقومون بكل هذه الأفعال المشينة ضدنا فقط لأننا أبناء تيقراي؟ إنه فعلا شيئا مثير للقلق وهل سيقومون بإيجاد الحلول اللازمة في يوم من الأيام؟ عندما نرى المرضى يعانون ويبكون نشعر بالأسى والحزن الشديد لماذا لا يقوم المجتمع الدولي بإيجاد حلول سريعة لوضعنا السيء؟ ماذا فعل أبناء تيقراي لتلقي كل هذا العذاب والمأساة؟ صرحت مديرة في مشفع تيقراي العام السيدة أبراج فسها بدورها أن أعداء تيقراي قاموا بتدمير مراكز الصحة في تيقراي وأدى ذلك إلى إيقاف الخدمات الأساسية وإيقاف توفير الأدوية اللازمة لشعب تيقراي بسبب الحصار المفروض وأن ذلك بدوره أدى إلى تدهور الحالات الصحية وفي بعض الحالات أدى إلى الوفيئات وقالت أيضا أن على المجتمع الدولي أن يتصرف الآن وبسرعة دمرت تقريبا خمس من المستشفيات الأساسية في منطقتنا مما أدى إلى حالات سيئة ووفيات ونحن نشعر بالأسى والحزن الشديد عندما نرى أشخاص يموتون أمام عيوننا اضطررنا إلى إيقاف خدمات الطبية بسبب الحصار المفروض علينا وأما بالنسبة إلى المجتمع الدولي لا أعتقد أنهم سمعون لأنهم لا يفعلون أي شيء عليهم أن يقوموا بالتصرف الآن لأن شعب تيقراي يعانون جدا ويواجهون خطر الموت مستشفى عديقرات كان يوفر للخدمات الطبية ويعالج المرضى من مناطق مختلفة ومتعددة كإقليم عفار ودولة إيرتراي أيضا